مرحبا مرحبا كيف انتم أماركم مزيانة اتمنى ان اردتكم في احسن الاحوال اليوم البنات سوف اعطلت لان اتعطلت عندي اليوم الاتولي مع ايضا ليونت ومحتاجة ان امشي عندها وفي نفس الوقت يكونوا بنات بنات بثاف ان شاء الله يا ربي نشاركو معاكم بالنسبة للبنات انت سوف تغمو ميكس بغاو يشريوها بغاو يعرفوا اي معلومة عليها هنا حيث صوت الحباب باش غاد نقول لكم على العرض اللي كيندهبه حاليا ديال التغمو ميكس فحاليا البنات داروا احد العرض اللي في صراحة اول مرة غاد يعملوه عمر هم عملوه نهائيا ثلاثين مرة بدون فوائد يعني كتخلصي ثلاثين مرة الصنفخي كتجي سورب عند الاورورة واحد العرض صراحة اكتر اكتر من رائع اول مرة غاد يعملوه صراحة هاد العرض عندهم يعني في العرض اللي كيكونوا ريباوية او لا كيكونوا فيهم فوائد كيكونوا فيهم ليفخي ولكن هاد العرض هادا ما فيش ليفخي يعني لاخدي تغمو ميكس ديالك ما غات اخدي اختي بلا ريبا حيث بزاف اللي بنات كيتواصلوا معايا كيبغيو هكا ياخدوا التغمو ميكس وكيبغيو يكونوا مدة شوية طويلة ولكن ما كيبغيوش الريبا فهذا العرض هادا البنات جام كامل مكمول قلت غادي نعلمكم بيه ها هو العرض انا وريتو لكم دابا فالبنات اللي مهتمين وبغاوها توصلهم قبل رمضان او لا في الول رمضان فحاولوا تواصلوا معايا دابا رمضان ان شاء الله بقي له تقريبا ثلاثة السمانات باش تقدر توصلكم قبل رمضان يعني قد ما درنات دوسي قبل قد ما غادي توصلكم قبل لانا الكيديشي شوية كيتعطال باش يتقبلوا هذا فان شاء الله لفغيزون ردغية ولكن الكيدي اللي كيتعطالشي شوية فالبنات اللي مهتمين وبغاوها اختير رمضان تعاونكم وتحيد لكم اختي تعاونكم في كل شي فاش مخطيتوها كتجي معاكم وانتو ما غا تشوفوا الاتولية البنات اللي عملت مع البنات الدابا داز اتوليه اكتر من رائع وما شاء الله خدو البنات فيه فهاد شي اللي كان مهيم ها دي النمرة ديالي تليفون البنات دخلوا عليا الواتساب اولا صوني وليا بنات فرانسا كن اكد عليكم مرحبا بكم البنات فهاد العرض هذا اكتر من مغري ان السورب عند الاورو ارى تقريبا لدرتي غير اخديتي غير كل نهار اخديتي جوج باقيتات من من هكا من الدين دا ولا من المحل فحسبين اصب حالا كتاخدي كل نهار جوج باقيتات كتخلصيها هاد شي اللي كان معرفتوش فهمتوني مهم فهد شي اللي كان البنات مهم كيفما قلت لكم اي حاجة تواصلوا معايا وان شاء الله نشرح لكم كل شي فما تضيعوش هاد العرضة البنات راه اكتر من رائع والبنات اللي معمرهم ما شافوا التغموم يكتبوا ويتعرفوا عليها حتى هما يتواصلوا معايا وان شاء الله يكون خير مهم هنا كيفما شفتوصلت عند لك اليوند ديالي يلقيتها ما شاء الله مواج دختي كل شي غادي نديروش حل من حاجة غادي مائدة رمضانية وخا ما قدناش الوقت نكملوا كل شي لانه مهم كان العشية الحاد دو الناس كاملين خدامين لغا دليتنين فمهم ما قدرناش نطولوا اكتر هاد شي اللي كان مهم هنا اول حاجة بديني بها هي سيدخوناد هدي اول حاجة كيبدأ بها اي واحد كياخد تغموميكس اول تجربة كتكون هي لسيدخوناد اللي من المشروبات المنعيشة اللي كانحتاجوها سواء في الصيف سواء لمائدة الافطار في رمضان انا بعدها منع الشاق ديال هاد المشروب هادا فراه كيتحضر البنات في تواني معدودة ولا عرفتوا هاد العاصر هادا حضرناه في حد تواني زعما البنات تبقوا مش لوتين صراحة وهادي ليمونة واحدة يعني كتقدروا تديروا كتر من ليمونة وكيخرج لكم اكتر فحنا درنا غير ليمونة واحدة وهانتو مهال كونتيتي اللي خرجتلي نراه ما شاء الله كيجي غزال كيحمق مهم وهنا غدينديروا الحريرة في هاد العاصر لي لقيت واحد البنت دايج اخذت من عندي التغمو ميكس وحتى هي ما شاء الله عليها جربات فيها وصفات وما شاء الله بدات كتتأقلم معاها وقلت لها انتي اللي غادي تصيب لنا الحريرة بطريقة ديالها في تغمو ميكس ولكن انا يعني اعطيتها شي ديزاستيس هكال اللي سهلوا عليها وصراحة عجبوها مهم وعجبو البنات كاملين وجات حريرة كتتحمق مهم هنا اول حاجة الى لاحطوا بدين بها هي الطحين تقريبا هنا درنا 30 غرام ديال الطحين وغنديروا طمات كونسانتخيها انتم ما كتشوفوا يعني هذا معجون طماطم سوف نزيدوا شوية الماء وغنحاولوا نطحنوهم مع بعديتهم باش كي ينساجموا اول حاجة غنديروا الطحينة لبنات وقال امر شي بنت مطيبة لحريرة بطريقة ولكن في التغمو ميكس كل شي جائز شي حاجة ما مستحيلة سوف نطحنوهم مع بعديتهم غادي نعملوا طماطم هكا تقدروا تعملوها هكدا مكمولة وغا تعملو الربيحة هكدا مكمول وانتم ما غا تشوفوا زعمة الحريرة هذي اللي غا توجد في اقل من خمسة دقائق غادي توجد هاد الحريرة سافي هنا يطحنو طماطم والطحين والماء وهنا غا نزيدو على الطماطم هكا حبة غير البنت بغا تقطعها ما يماشي ضروري تقطعوها على هاد الشكل هادا سافي وغا نضيفوه الربيح بالنسبة للربيح هكا القصبور والمعدنوس والكرافس كتقدروا تضيفوها هكدا كيف ما هو وغا تحطوه مهم هنا يا البنت بدا تقطعوه قلت لها ماشي ضروري غير دعما دخلي كل شي ماشي مشكل وصافي هنا غادي نطحنو كل شي هاد الشي اللي كان نقول لكم البنات رهداز في أسرع وقت ممكن وتبارك الله هاد الاتو ليش حال ضحكنا فيه والبنات كانوا فيه تبارك الله غزلان ربي خليهم بعدياتهم أصدقاء اي والله لقينا مع محسن مننا هاد الشي اللي كان حباب صافي زدنا البصيلة كيف ما شفتو تطحن الربيع ماطيشة كل شي تطحن يعني الطماطم هي ماطيشة وده بزدنا البصلة صافي وغادي نطحنو عود طحن أخرى صافي وحنا سالين الحريرة دينا هاد المرحلة ديال الربيع والطماطم هكدا هي اللي شي شوية كتعطل في الحريرة وهي اللي كتاخد تقريبا وقت مهم هنا صافي غادي نضيفو الحيمات بغيتو تضيفوه ونضيفوه ماشي مشكل كيف ما كتشوفوه الاساس كونو مقطعينوه هكا على مربعات شوية صغيرة انتو ما عارفين على حساب الحريرة صافي وهنا يا غادي نبدو نزيدو التوابيل اللي خاصينا ديال الحريرة كل واحد كي كيتبل الحريرة بتوابيل اللي هو كيعمل فيها طبعا كينش حاجات بحال وكينش حاجات كيختلفو مهم هنا صديقة اللي شرت من عندنا او لاكليونت اللي اخدت من عندي تغمو ميكس هي اللي غا تكمل لنا الحريرة بطريقة ديالها كيما كتشوفوه هنا دارت الكوركوم دارت الفلفل احمار وسكينجبير او زنجابيل وصافي وغا تدير الفلفل الاسود وصافي هاد شي اللي كين وغادي نضيفوه السمن اختي طبعا الحريرة هي بالسمن هاد الحريرة ما درناش فيها الزيت نهائي انا لبنات غير السمن مهم هنا يا ضفنا الحمص انتم ما كتشوفوه مرقة طبعا او لمفزق كيكون مفزق ليلة كاملة وتعملوه في كونجيلاتور ولا مهم كيف ما عندكم واجدة انتم ما عارفين الحادقة ما شاء الله عليكم وهنا غا نضيفو الماء هنا عندنا واحد البلاسة يعني ماركي فيها الماكسيموم هانتم ما غادي تشوفو يعني تقريبا تالين غادي نوصلوا الماء مهم هانتم ما كتشوفوه وراء الاخت كتتعري على البلاسة اللي مرسوم فيها او ماركي فيها الماكسيموم باش دير القياس ديال الماء ارهنا ما زال خصها تزيد شوية غير ما ما زادش مهم هاد شي اللي كين صافي هنا غادي نهبطوا الجوانب على هاد شكل هذا وصافي غادي نصدوا بلا الحريرة ديالنا الطيب ضفنا كل شي مره وحده من الطحين حتى الكل شي ماشي غادي تنطيبوها وعد نجبدو الطحين وعد ندوروها يعني كتاخذ وقت شوية طويل فهادي كتكون اسرع حريرة 40 دقيقة كيف ما غادي تشوفو 40 دقيقة كافية باش الحريرة ديالكم انها طيب مهم البنات بعد اسمحوا للصوت ديالي راه عارفت وقتكم شي شوية عيانة الصوت عندي شوية ماشي تلتمة هاد الشي اللي كين مهم هنغنخليو الحريرة كالطيب اغتيو وغندو زون صوبو او سلو هنا كيف ما كتشوفو معايا معا ستعملنا جوج ديالي ترمو ميكس ديالي وديال سيدا اللي مشينا عندها و لاكليون ديالي مهم هنا غادي نطحنو اول حاجة حمرنا اللوز زنجلان الطحين كل شي حمرنا راكم تقدروا البنات اللي عندهم تغمو ميكس تقدروا تحمروا حتى في تغمو ميكس بلا ما تحتاجوا تبقى واقفين على الحاجة كتديروا هكي تحمر اللوز ولا زنجلان ولا اللي بغيتو وهي كتبقى كتحرك و كتديروا درجة الحرارة ديالكم مش ميتحرق لكم مش طبعا و كي يوجد بسرعة بلا ما تحتاجوا تديروا في مقيلة ولا في فران وتبقى مخلوعين عليه وتبقى واقفين عليه فهدي من اسهل الحاجات هنا درنا واحد الكمية قليلة ديال زنجلان و ديال اللوز غادي نهرمشوهم شي شوية و غا نخليوهم على جانب هنا ستعملنا تقريبا مئتين قرام ديال اللوز مئتين قرام ديال الزنجلان مئتين قرام الطحين هادو مال الكمية متساوية صافي وهنا كنوري البنت اللي غادي تدير لينا سلو هي اللي خدات هنا في هذا الاتولي احتى هي خدات التغمو ميكس وهي اللي وجدت لينا سلو هنا صافي غادي نديرو السكر بالنسبة للسكر تقدرو تضيفو من مئة غران حتى المئة و خمسين غرام مهم القياس الحلاوة ديالكم انتم معارفين وهنا احبت حلاوة و النافع هنا ضيجة هي عندها مطحونين الى ما كانوش مطحونين قد طحنوهم طبعا مع السكر والقوزة والقرفة راح ييدنا البنات اللوز والزنجلان اللي هرمشناه مش شوية او لا هررسناه مش شوية حيدناهم عضفنا السكر و هادشي اللي كتشوفو دابا و صافي غا نضيفو هنا القرفة والقوزة الجوز الطيب راح كتبع البنات مطحونة البنات اللي ما كيلقوهاش ها هي مهم هي السيدة شريعها مطحونة ضعما صارحة مسهلة بلا ما تحتاجي تعد شريها و تبقية طحنية تحكيها حيث بعض الناس ما كيلقوهاش اصلا هنا باش تشريها اللهم شريعها هكذا مطحونة وجدة و سهلة على عراسك هادشي اللي كتعجبني انا هادي القوزة سلو كتعطي واحد الماضاق اكتر من رائع صافي هنا غنضيفو القرفة و هين بالنسبة للقرفة شي معلقة كبيرة هكذا دي القرفة على حسب هاد القياس اللي اعطيتكم انا دي المائتين جرام من كل حاجة و تبارك الله خرجوا واحد الكيمية اللي ما شاء الله هنا اضفنا قريص هاد الملحة و ريختين مليحة و غادي نطحنوا كل شي مع بعض البنات اللي عندكم القرفة هكا عويدات قدضيفو القرفة عواد قدضيفو هذا حبة حلاوة و النافع حتى هو ما هكذا صافي و قد طحنوا كل شي مرة واحدة مهم الاخت كان عندها كل شي تقريبا مطحون صافي و سهلت علينا حتى هي هاد سلول بناترا وجدنا في واحد المدة زمنية اكتر من سريعة اولا بسرعة البرق صافي هنا يا اه احنا ها ههو سكار ارزع تقريبا سكيل بش ما قديش ديك السكر فسلو هكا كتبقي 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 السلون هكه امم كتبقي كتبقي و هكا اعنا كيف معي اضفنا اللوز و نضيفه زنجلان و نجد كمية قليلة لكي نزيينه بها في الآخر سوف ينطحنه هذا الشيء مزيان و نجده يتعلق و لا يأخذ منه حتى 3 أو 4 دقائق كي يكون تطحن مزيان و خرج لنا الزيوت كاملين اللي فيه فهد الشيء بالنسبة للناس اللي ما كي بغوا يضيفه لزبدة لزيد ففصله ديالهم و صافي كتخليو حتى كيتتعلق مزيان شوفو اختي ها هو تعلق و ما زال غنزيد له شوية باش كي يزيد يتلق ذيك الزيوت دياله و غادي نضيفولو الطحين صافي شوفو هانتو ما شفتو التعليك ها التعليك ها في اقل وقت ممكن البنات هانتو ما شفتوه صافي هنا غادي نضيفو دقيق بشوية 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 اللي حمرناه ها هو ميتين غرام كيف ما قلت ليكم و غادي نخليو كي علك راسو براسو الحريرة ديالنا را قريبة توجد انتو ما كاتشوفو راها قطي بغتي وصافي هادشي اللي كين مهم را كنا بغين نوجدو كتار من هادشي ولكن مع شوية الشارح شوية الهضراء كان وقفو نهضار نشرح لليبنات حل من حاجة وعد نكمل فهدي كشي علاش ما قدناش الوقت اما را كنا تبارك الله نوجدوش حل من حاجة لان جوج دياللي تغموميكس و لو غير واحد را تقدري توجدي اي حاجة وكان و ابنتك كي سولوني مثلا فرمضان شنو الحاجات اللي اللي كت توجديهو مثلا وف الاول بالتغموميكس عد كت بدي داخلها في الافطار و كت هكا كنشرح لليبنات كان بدهو مثلا بدي سيغ اللي كي يحتاجي برد من بعد العصائر اللي ماشي مش كي مخامة ما كيوقع لهم حتى شي حاجة من بعد المعجانات من بعد عد كندوزو هكا الحريرة ولا اي شربة صافي وفي الاخر لكان شي عصر اللي كيت اكسد متالان ولا بغينا حتى الاخر ساعة فكي بقى حتى الاخر هاد شي اللي كينا البنات تقدروا توجدو في حتى اتاي كل شي اي حاجة او الشاي اي حاجة راها كتووجد في التغموميكس ما شاء الله كو كيدو ولا بلا كو كيدورا بزاف دلوصافات هنا صافي درناه كي تعلك رضفنا لها البنات جوج معي القات ديال زيت زيتون بغيناه يجينا بحال كيف ما كتشوفه معلك بزاف صافي او درناه لوبسيون ديال العجن او العجانة باش ما غاديش تتحلينا ده بهاد هاد اللوز اللي خلينا وزنجلان اللي خلينا مشو شوية مهرمشين صافي او غادي نرجعوه كي كيدلكهم مشو شوية باش يدخلو هاد العناصر مع بعض ديتم مع سلو طبعا صافي او هاح ناسلو ديال نواجد في اقل اقل وقت ممكن بالنسبة الحريرة صافي اي طابت انا غادي نوريها لكم انتو مال الحماص ولا كل شي اختطى ايوا الهلي يمحننا والهلي يمحنكم البنات والله العادي محاجة اللي كتسهل على الواحد بصراحة يشريها وكيف ما نقوله يغامر فيها ويسهل على راس وراس حالبناترا ما كتشرا ما كتبع بالفلوس انا تغموميكس البناتراني كيف ما كنقول لكم دائما راشريتو قبل ما نكون لكم سيلة عندي اي علم باش نكون سيلة حتى شي حاجة شنهار نعود لكم قصة ديالي كيفاش تختكم حتى حتى والله تكون سيلة تغموميكس غادي تستعجبوا ربما تاخدوا منها العبرة ان شاء الله يا ربي الحبيب هذا ما كان بالنسبة للبنات اللي حتى هما بغيني يخدموا هكا كون سيلة تغموميكس هما يتواصلوا معايا فان شاء الله غادي يعجبكم هاد الميدان كيف ما كيعجبني انا قصوصا لك انتو كتعجبكم المطبخ ويعجبكم يعني تبدعوا ورا ان شاء الله غادي يعجبكم هاد الميدان هذا صافي البنات الحريرة هي طابت اللي ديالنها انتو ما كتشوفوا كيفاش معلك اختي انتو ما كتشوفوا جاء كي يحمق البنات والله العادي ما انتو ما كلا منظر يعجبكم الخبار صافي هنا يكن قد اختي التقديم باش يبلينا التقديم والبنات اللي خدامين انا را كنعطيهم غي هكا المعلومات وكنعطيهم هكا الازاستيس وهم ما شاء الله عليهم كل شي خدام واحد لهم بيونس كتحمق بصراحة كان واحد القاتولي اكتر من رائع مهم هنا اختكم كتتصور مع الانجاز اختي دروري اختي متصورات كي بقاو للذكره هاد شي اللي كان وهنايا الحريرة ديالنها هي هادي مهم انتو ما كتبغيتو تجيكم احمي امرأة اكتار فكتضيفوا الطماطم المركزة طبعا كي بقى احنايا كي بقى غير الماضاق وذك شي واش طايب والمدة الزمنية وممكن نسهلو على راسنا هاد شي ما كان مهم غدي نوريكم هنا يتا ديكوب مينوت استعمال ديالها اه تهوراني صورتو مع الابنات ووريتو كيفاش كتخدم وهنا اختي كنكملو المائدة الرمضانية ديالنا عملنا العاصر عملنا الحريرة عملنا سلو وكنا مازال بغينا نديرو شي معسة لاخرى ولكن الوقت يعني الوقت ما سعدناش نهائيا لانا مشيت شي شوية نمع طلاق والبنات حتى هوا ما عندهم خدمة وعندهم الوليدات فما كنش الوقت بززاف مهم ما شي مشكيل هنا يا البنات غدي نوريكم استعمال ديال ديكوب مينوت هادا الاكسيس واغلاخر ديال تيرموميكس من اللي زاكسيس واغلاخرين فهو هادا ديكوب مينوت هادا بحل هاش واغل بنات كي قطع كل شي الخضراء في بزاف ديال ليزوبسيون في تقريبا ربع ديال ليزوبسيون اللي كتقطعوا بهم الخضراء او لكتحكوها بسرعة البرق انتو ما غادين تشوفوا هادا بالنسبة للجازار سوكا بغيتو هكا محكوك على تحكوه رقيق او لا طويل او لا هكا الحجم ديالو جي شوية غليد بغيتو هكا دمدور بغيتو يجي فينو فينو يعني رقيق مرة بغيتو يجي شي شوية غليد مهمتو ما كتتحكمو وهادو بطاطا لشيبس مهم هو رقيق قطع جميع انواع الخضر ميانا درت ليهم هكا تقريبا وريتو مغي هكا بطاطا وخيزو شوفوا البنات لشيبس البطاطا اللي بغيتو بطاطا هكا اختي مقلية لوليداتكم شيبس تعرفو مشنو كياكلو شوف وراها بسرعة البرقرة اقل من جوج التواني كانت صافي الطحنات ما شاء الله جوج التواني حتى الثلاثة التواني اختي صافي كانت بطاطا ارجعت وريقات ايه وصافي وهادي كانت هي المائدة دياننا ما شاء الله الحدقة دياننا وشنو وجدو وشنو وجدنا في تاغمو ميكس وصافي هادا كان كارن او لكالينتي وجدت والصديقة اللي سبق لها اخدت من عندي تاغمو ميكس اراكا تقدرو تطحنو حتى الحماص ولا اي حاجة تاغمو ميكس تطحن كل شي البنات ومن هنا بغيت نقول لهم شكرا شكرا بزاف على هاد القليصة وعلى هاد النهار بغيت نشكركم واحدة واحدة داز النهار اكثر من رائع شكرا لكم وتحية كبيرة للنساء العربيات في كل مكان الحباب كوكو لفيا voilà aujourd'hui j'ai reçu mon thermomix qui est arrivé cet après-midi et un grand merci à Salwa c'est ma conseillère elle m'a tout expliqué franchement c'est une personne que je veux le conseiller fortement elle est trop gentille elle explique bien et elle est à l'écoute donc merci beaucoup Salwa merci 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 infiniment il y a aussi le livre qui va avec c'est celui-là donc avec les photos et tout merci encore Salwa à bientôt pani à l'a à l'a a à à à j'ama مع الناس غزالين تبارك الله واحد المجموعة ربي خليكم لبعضياتكم اصدقاء مع بعضياتهم ربي يحفظهم من العين معهم عين تمغتي الله يبارك في الصدقة ربي خليكم مجموعين دازو احد الجو غزال دازو احد العشية غزالة مهمة الحمد لله الله وفقني في هذا الأطولية أول مرة في صراحة في صراحة أول مرة ندير اطولية في صراحة خفز في الأول أول مرة يوصفي الحمد لله السعدة اطولية مفرقة مفرقة على اختيغزال مهمة وفقنا الله سبحانه وتعالى وجدناها كنا ندير نديرها ولكن الوقت مهمة الحمد لله وصلت للفكرة في صراحة مهمة 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 لا تتصل مهمة كنت تفكر مع رأسي ما لدي شي كوليه هكا كنت تسنها او لعندي وش عندي شي كريتة انا كنت تسنها كنت تعرف رأسي ما عندي ولا ما كنت تقليكيش اصلا ما كنت تقليكيش لأنني عارفة لي كموند اللي عندي كي يكون عندي النمرات كموند كنتخلني شالاقوست باش كندير لها السوي في هكا الكوموند ديالي يا وصافي وهذا كي يجيني كل مرة يجيني الدقاشة كنقول انا يا مطالبة والو عيد نفكر عيد نفكر نسول قبل صباح انا قالوا يتصل وعيد بالي يالي السباة اللي عندي السلام عليكم كل يديالي هنا في الباب هيا و أني قصدوا علي أختي كنت تعلم سيكيش ؟ نفكر ما طالبها ولو و نفكر و نفكر يكون بالغلاط يكون جيران ديالي لحتيها مرات يجيبوا أنظر الجيران و من ايجا نحن من عمرتي سوف نرى هذا الفضل لقد وجدت شيئا يجب أن أتحمق لقد كانت مناسبة لقد كانت مناسبة أختي كانت تصمت العظامة لقد كانت مناسبة الحمد لله هذا من فضل ربي نشاركه معكم بما أنني نعمل مع أشيئين البنات فبمناسبة للسنة الجديدة صفتوا لنقضيات والبنات الذين يعملون معهم وحتى أنا كنت منهم عجبني 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 كثيرا و بالضروري نشاركه مع البنات هو هذا أختي أتكونوا ميقت أتكونوا ميقت أتكونوا ميقت تشوفوا البنات تشوفوا على ماليتا ماليتا الصراحة القليدي ديالة ويعر 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 ها أنتوما من عند شئين ها هي في الغوز بيبي مهم غادي نحلوها ولكن ضروري نشاركه معكم نشوفوا حتى أنتوما ها هي أختي شوفوا لي وااااااااو كشي ختيبت حال دير العريسات حال دير الدهاز ختيبت حال ديع العريسات تشوفوا دعما السنة الجديدة خلو لي هنا واحدة الكارتة بما أنه البرد أختي فكره فينا في هذ البرد هذا مهم أول حاجة أختي بما أنه البرد أختي انظروا عن مقابل الاجباد أعجبوني و هذا الفقهاني كان نظن هو بلية بأنه و هو نسيت الاسم وهناك يجي واحد الشعالة و واحد البوفاندا و هناك شيء اخرى يجي واحد المونيكو يجي معه في الصراحة هاد الملائطة هذه المنطة يجي معه هاد و يجي معه هاد و اختي بحلي ليقوم سخاني نختي الحبيبة شوفوا الغوز مع الغوزة يا اختي صوروا و هاد و هاد و هاد و اختي اكثر من رائع شكره ان شئين يلادتوا من هنا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم و شكرا لكم شكرا لكم و شكرا لها وفي الصراحة الكادو يبقى كادو ولكن الوجست هو اللي يعني لك اكتر ان واحد الشخص او واحد الانسان تفقرك او جابك شي حاجة هادك في حد ذاته وماشي بالضروري الحاجة القيمة دياله كتر ما هي القيمة انه فكر فيك ودار مجهود على قبلك باش يوصل لك واحد الحاجة ولا يفرحك بها هاد الشي اللي كينا الحباب مهم كان هذا هو الفيديو دليوم انتمنى يكون اعجبكم وشكرا حي توقيتو حتى الهنايا وانتنسونيش هالبنات من لايكاتكم لايكاتكم اللي كيد عموني طبعا وكي يحفزوني وانكلكم تهلا ولي فراسكم في الفيديو القادم اسلام عليكم